اشتركوا في القناة وعرفنا الانواع المختلفة للقطاعات بجميع انواعها زي ما احنا درسناها في الاساسيات وعرفنا القطاع الرأسي والقطاع الافقي والقطاع الجانبي وايضا القطاع المدرج او ما يطلق عليه قطاع ليس على استقامة واحدة وعرفنا من خلال التمارين اللي موجودة في كتابنا المدرسي بعض القطاعات ديا وكده يبقى احنا لمينا مجمل القطاعات وتدربنا على اساسيات استنتاج المسكت الثالث حلقتنا النهاردة هكون ان شاء الله في مادة تكنولوجيا التكيف وطبعا هي حلقة غاية في الاهمية لما تتمتع به من مجموعة من المعلومات المفروض على كل طالب مش بس طالب التبريد وتكيف الهواء ولكن جميع التخصصات بصفة عامة في حاجة الى هذه المعلومات القيمة اللي من خلالها بيتم انتاج الطاقة المتجددة وطبعا من خلال كلامي كده يبقى احنا قدرنا نعرف ان احنا هنتكلم النهاردة في مادة تكنولوجيا التكيف عن الطاقة الشمسية وعندما نتحدث عن الطاقة الشمسية فطبعا الطاقة الشمسية مش عاوزة حلقة دا عاوزة حلقات عديدة جدا لانها لها اهمية كبيرة جدا لا تمس او لا تخص التبريد وتكيف الهواء فقط ولكن تخص جميع التخصصات بصفة عامة مين مننا ما بيحتاجش الى الطاقة الشمسية مين مننا ما بيحتاجش الى الاشعاع الشمسي دا دا بالنسبة للانسان فما بالك للالات والطاقات المتجددة وتحويل الطاقات من خلال الطاقة الشمسية فبالتالي كان من الضروري تواجد الطاقة الشمسية في حياتنا وازديادها بصفة مستمرة من عام لآخر ولما نجي نتكلم على الطاقة الشمسية هي ليست وليدة اليوم وليست وليدة الامس ولكن الطاقة الشمسية تم معرفتها من كرنفات ولكن نسبة الزيادة والاحتياج الى الطاقة المتجددة التي تتم من خلال الطاقة الشمسية قد يزد الى 25% من 20 الى 25% في وقتنا الحالي كانت النسبة 16% لحد 2016 ثم في 2021 زادت النسبة الى حاجة وعشرين في المية واحد وعشرين تقريبا اتنين وعشرين او ما يعادل الرنج من 20 الى ايه الى خمسة وعشرين بإذن هي في ازدياد لانها طاقة طاقة عندنا ما فيش فيها اي تكاليف ما بنحتكش فيها الى اي اجهادات ميكانيكية او او اي صناعات يدوية او حرفية ولكن هي طاقة طبيعية من صنع الله سبحانه وتعالى بيتم استغلالها وبيتم تسخرها الى جميع التخصصات وجميع الطاقات اللي احنا عاوزين نحولها من خلالها طيب ما نجي نقول يا مستر هي بتخص تخصصنا هنقول نعم بتخص تخصص التبريد وتكيف الهواء زي ما احنا هنشوف وهنعرف دلوقتي بتمس تخصصنا في ايه وبتمس جميع التخصصات الاخرى واستخدام الطاقة الشمسية هو استخدام لا حصر له يعني عندما نتحدث عن استخدام الطاقة الشمسية فكل ما هو موجود في حياتنا بيعتمد على الطاقة الشمسية فهناك بعض الدول المتقدمة صنعت سيارات بتستهلك او بتستخدم الطاقة الشمسية وهناك ايضا مجمعات بيتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية زي ما الرئيس فتح من كام يوم مجمع بنان اللي موجود في الصعيد مصر وده طبعا مجمع كبير جدا ويعتبر من اكبر المجمعات اللي موجودة على مستوى العالم مش بس في مصر او في الشرق الاوسط ولكن موجود على مستوى العالم لما يتمتع به من تقنيات حديثة ولما نشعر به من اهمية الطاقة الشمسية في حياتنا يبا اذا ممكن من خلال الطاقة الشمسية نحول الطاقة الكهربية الى طاقة الطاقة عفوا الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية وبنطلق عليها الاشعة الكهروضوئية وايضا ممكن نستخدم الطاقة الشمسية في الرياح ده عن طريق الرياح عن طريق المولدات او التوربينات اللي هي بتكون أو التوابق بتكون ذات شفرات خاصة وعن طريق امتصاص الرياح بها بيتم تدورها وتحويل من الهواء أو من الطاقة الهوائية والميكانيكية إلى طاقة قهربائية بيتم استغلال هذه الطاقة من خلال مجموعة من المولدات وبالتالي المحركات أيضا اللي بتعمل بها هذه التوربينات أو هذه المراجل الهوائية يكاد تكون تعمل أيضا بالطاقة الشمسية ممكن الطاقة الشمسية أيضا نستخدمها في حاجات متعددة جدا لا حصر لها زي ما احنا نشوف برضو في الزراعة طبعا نقول في الزراعة في الصوبات الزجاجية والصوبات البلاستيكية وإنتاج مزارع في أوان غير أوانها برضو ده بيتم عن طريق استغلال الطاقة الشمسية في الزراعة أيضا ممكن ماء المطر أو الطاقة الشمسية بتخلينا نستعمل أو نستخدم ماء الأمطار ونستفاد به أيضا في التحويل من طاقة إلى أخرى عن طريق التصاق مجموعة من الماء أو مجموعة من قطرات الماء على مجمعات شمسية بيتم تحليل الماء لازم احنا عارفين الماء ما بيكونش ناقية أو ماء المطر ما بيكونش ناقي بيحتوي على مجموعة من الأملاح وأيضا بيحتوي على مجموعة من الشحنات تكاد تكون سالبة وتكاد تكون مجابة وبالتالي تم الاستفادة بها بدون التخول في تفاصيل في هطول الأمطار يبقى إذن الطاقة الشمسية ليست وليدة اليوم وهي مهمة جدا وهنشوف مع بعض كده الأول تعريف الأشعة الشمسية أو أنواع الأشعة اللي أنا باستخدمها سواء كانت أشعة مباشرة اللي هي بتأتي لي مباشرة من خلال كرص الشمس مباشرة أو أشعة غير مباشرة اللي بتنعكس من خلال سطحة آخر يعني ما بتجليش غير مباشرة وفي أشعة بيطلق عليها أشعة كلية وهي التي تجمع بين الأشعة المباشرة والأشعة المشتتة طيب تعالوا مع بعض نتعرف على الطاقة الشمسية ونشوف الأشعة الشمسية ونعرف كل جزء من مكونات طاقتنا الشمسية طيب نبص كده مع بعض أول حاجة عندنا هنقول الطاقة الشمسية طيب أما نيجي نقول الطاقة الشمسية نحن طبعا شرحناها وقلنا تفاصيل عنها نشوف أول حاجة والسؤال بيجيلي جدا من نسبة لتخصصنا اللي تنقسم الأشعة الشمسية إلى ثلاثة أنواع أساسية أذكرها يبقى معنى كده أنني من خلال السؤال ده والسؤال ده مهم جدا وبيندرك كتير في امتحانات الدبلوم عندنا لازم أعرف الطاقة الشمسية واللي بتتمتع بيه أنواع الأشعة الشمسية هنقول رقم واحد الأشعة المباشرة وطبعا الأشعة المباشرة زي ما احنا قلنا هي الأشعة المشعة بواسطة كرش الشمس مباشرة في فترة نصعة يعني احنا جبنا مثال من كده والرسمة موجودة أمامنا قادي كورس أشعة الشمس أما الشعاع يسقط مباشرة علي يبقى دي اسمها أشعة مباشرة دي اسمها أشعة مباشرة ولكن لما بيتم أحيانا استغلال الأشعة دي بس بطريقة غير مباشرة عن طريق انعكسها أو عن طريق الأشعة بتسقط على سطح آخر وبتنعكس على سطح من غيرها للسطح الأول فبالتالي ما بيتجليش مباشرة زي مثلا أمامسك مرآة وابتدي أجف كورس الشمس وعكس الأشعة اللي موجودة في أي مكان موجود عندي في الغرفة طيب هل أشعة الشمس المباشرة جات في المكان ده لا ولكن من خلال من خلال الانكسار اللي عندي فبعكس الأشعة ده بالنسبة للأشعة المشتتاء الأخرى ويبقى هنقولها هي إيه هي نتيجة الأشعة التي تصل إلى المكان من مصدر آخر خلاف كورس الشمس نتيجة إنعكاس الأشعة الشمسية الأشعة الثالثة والأخيرة وهي التوتل أو هي اللي بتجمع بين كل من الأشعة المباشرة والأشعة المشتتة ويقصد بها مجموعة الأشعة الناتجة من الإشعاع المباشر والإشعاع المشتتة طيب تعالوا بقى نشوف اللي احنا لسه يلينه استخدامات الطاقة الشمسية هنقول رقم واحد الزراعة ونمو النباتات والحياة زي ما احنا قلنا عن طريق الصوبات البلاستيكية والصوبات الزجاجية بيتم استغلال أشعة الشمس الساقطة وتحويل الطاقة الضوئية بدأ استفاد بها في عملية البناء الضوئي وأيضا في نمو النباتات اللي عندي هنقول رقم اتنين الأمطار والرياح وطبعا دي بتستخدم بقصرة في الأونة الأخيرة بالإضافة إلى ما يمكن للإنسان أن يسخره صناعيا وتكنولوجيا وفقا للطريقة المستخدمة في تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة أخرى يعني ايه مصدر الحتة دي هنقول يعني ممكن هناك استخدامات لا تحتاج إلى تركيز حرارة الشمس وفيها تستغل الشمس الساقطة على مسطح معين مباشرة فبزي ايه هنقول رقم واحد مثلا السخانات الشمسية المسطحة وده هيبقى له موضوع كبير جدا في حلقتنا النهاردة ان شاء الله السخانات الشمسية المسطحة زات درجة حرارة أقل من 100 درجة مئوية رقم بمجففات المحاصيل الزراعية أيضا بتعتمد على الطاقة الشمسية أيضا تكتير المياه المالحة في المناطق النائية زي ما احنا للسائلين برضو بتعتمد على الطاقة الشمسية تطبيقات مخازن التبريد وتكيف الهواء وهنشوف باستفادة ازاي بنستخدم الطاقة الشمسية وبنصخرة في تخصص كبير زي تخصص التبريد وتكيف الهواء أيضا الخلايا الضوئية التسخين والتبريد للأماكن الغير مباشرة ده كله بالنسبة لايه لاستخدامات الطاقة الشمسية طيب تعالوا مع بعضا ننتقل إلى جزء آخر وهو تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية والصناعية طيب احنا هنقول يا مصدر الطاقة الشمسية طبعا هي الفكرة دي مش وليدة النهاردة برضو زي ما احنا قلنا ولكن ساعات بنسمع ان فيه سخنات مياه او مراجل كبيرة جدا بتعمل بالطاقة الشمسية فبيتم ده من خلال سخنات او مجمعات كبيرة جدا بتعمل على تسخين المياه اللي بتكون موجودة عندي والمياه دي بسخنها وبستخدمها في اماكن مختلفة وقد تكون هذه المياه او الطاقة الشمسية او مجمعات او تسخين المياه بالطاقة الشمسية قد يصلح شقة او قد يصلح مثلا على سبيل المثال لبلوك او عمارة كاملة او قد يصلح لحي كامل باكمله وده طبعا المدن الزكية اللي بيتم انشاءها دلوقتي بتكون مجهزة بكل الحاجات دي وبنلاقي على كل برج موجود عندي مجمعات للطاقة الشمسية بيتم استغلالها في حاجات متعددة منها برضو تسخين المياه زي ما يكون موجودة عندي يبا اذا دي مهمة جدا باستخدمها ايضا هنقول يا مستر طبعا احنا بنستخدم تسخين المياه في ايه في تخصصنا طبعا انا ممكن استخدم المياه واعمل ملف تسخين للمياه واستخدمه في عملية التدفئة في عمليات تكييف الهواء زي ما احنا شرحنا قبل كده في حلقتنا السابقة في تكنولوجيا تكييف وقلنا التكييف المركزي بوسطة المياه المسلجة استفدنا من المياه المسلجة عن طريق ملفات تبريد موضوعة في الاماكن وبيتم استغلال ملف المياه الباردة عن طريق دفع الهواء عليه فبيخرج الهواء بارد نفس الطريقة ما بتتغيرش فيما عدا ان دي بتكون مياه سخنة او مياه ساخنة بيتم تسخينها من خلال الطاقة الشمسية طيب ممكن طلابنا الاهزاء يقولوا احنا مثلا تبدأ كلام ده بيبقى مثلا في فصل الصيف وبنستفاد من اشاعة الشمس طيب بينما في فصل الشتاء مثلا ايه اللي هيعمل بيتم تزويد هذه المجمعات بسخانات كهربية بتعمل على امداد الحرارة الى المياه في حالة هطول الامطار او في حالة انخفاض درجة الحرارة او في حالة هنا ايه عدم اشعاع الشمس بالحرارة الكاملة اللي احنا بنشوفه في ايامنا دلوقتي او في فصل الشتاء بالتحديد يبقى اذا انني ممكن لو في المجمعات عندي في فصل الشتاء بدعم سخنات المياه او مجمعات او المجمعات الشمسية دين عن طريق سخنات كهربية بيتم الاستفادة بها وزي ما هنشوفه ايضا في حلقتنا النهاردة تعالوا نشوف بنكتب ازاي تسخين المياه بالطاقة الشمسية ونشوف انواع السخنات اللي بيتم تسخينها بالايه بالطاقة الشمسية طب هنقول مع بعض اعتبر هذه الطريقة من اهم الطرق المستخدمة لاستغلال الطاقة الشمسية حراريا لان اشعة الشمس تسقط على مسطح او سطح ماص للاهتزازات زي ما هنشوف معالج حراريا بطريقة تسمح له بامتصاص الاشعة الشمسية وتحولها الى مياه موجودة في مسارات تحت هذا السطح حيث بيتم تسخين وتجميع في خزان بيتم تسخينها وبينجمعها في خزان معزول حراري وبنتم استخدامها في اي اي غرض انا عاوز استخدمه ايضا وطبعا كلما زادت مساحة المسطحات الماصة تناسبا بتتناسب ترضيا مع كمية المياه المطلوب ايه تسخينها يعني بمعنى كلما زادت المساحة بسخن كميات كبيرة جدا من ايه من المياه ننتقل الى الجزء المهم ايضا وهو ازاي بسخن المياه بالطاقة الشمسية وده عن طريق الجزء الاساسي او ما يطلق عليه المجمعات وطبعا هنقول اذا ما احنا لسألين ان يمكن ان تكون المجمعات بتستخدم لتقديم المياه لشقة واحدة بالمنزل او عمارة وقد تكون لامداد حي باكمله بالمياه الساخنة وقد يستخدم معها سخان رئيسي وليس سانو وزي ما احنا قلنا ليه بقى بيعمل بالطاقة الكهربائية او الغاز وذلك للاجواء التي تكون فيها الشمس منخفضة وغير مؤثرة او حينما يطلب في هذه الاجزاء عملا ضرؤيريا بمعنى ان انا بحصل على درجات حرارة عالية في وقت قياسي في وقت صغير وده اما بيكون في فصل الشتاء فبيتم استخدام السخان طيب تعالوا مع بعض نشوف مكونات المجمع الشمسي احنا جبنا مجمع شمسي كده وتعالوا نبص كده في عجالة ونشوف المكونات الاساسية التي يتكون منها المجمع الشمسي ونعرف كل جزء وظيفته بيعمل ايه طيب لما نيجي نبص من اعلى هنلاقي بيتكون الفريم الخارجي اولا عبارة عن علبة العلبة دي لازم تكون من معدن متين ومعدن يكون غير قابل للالتواء او يتحمل بمعنى اصح يتحمل الاجهادات الميكانيكية لانه طبعا او ده مظم المجمعات الشمسية لازم تكون موجودة فين في العراء يعني في صحراء فوق الاسطح في مكان مخفي لان الهدف منها هي استقبال اشعة الشمس وبالتالي وجودها في طول فصول السنة هيلاحظ ان المعدن اللي بيكون موجود عندي لو كان معدن هاش او غير متين هنلاقي يتعرض لايه جهادات وتعرض لايه لصدمات كثيرة جدا قد تؤدي الى تلف المجمع بصفة عام يبقى العلبة دي ممكن تصنع من الصلب المقاوم للصدق او الصاج المجلفا عامدي او ممكن تصنع من النحاس الى اخر من المعدن المختلفة الغير قابلة للصدق يعني منفعش اقول استخدم الفريم او العلبة دي من الصاج ليه لان لو انا استخدمتها من الصاج العلبة دي اصلا الصادق الصادق قابل للصدق في حالة هطول الامطار وفي حالة نزول الصقيع او في حالة نزول الندى في وقت الفجر هينزل عليها فيعمل لي عملية صدق لها لذلك من الضروري أن يكون المعدن للفريمة الخارجي للمجمع غير قابل للصدق طيب ننتقل من أعلى هنلاقي هنا لوح من الزجاج واللوح من الزجاج دي لازم يكون شفاف وممكن تكون بعض المجمعات بيفضل أن يكون فيها لوحين أو لوح مزدوج عندي وبعض المجمعات دي يبقى فيها لوح واحد ولكن المواصفات الهمة زي ما احنا هنشوفها أن لازم لوح الزجاج دي يتحمل المتانة العالية ويكون في نفس الوقت أيضا سميك يتراوح سمك ما بين 3 إلى 4 ملي ينتقل أسفل اللوح جزء يطلق عليه السطح الماص طب هنقول السطح الماص ده فايدته إيه السطح الماص دي عبارة عن رقائق هذه الرقائق إما تصنع من الألمونيوم أو تصنع من النحاس أو تصنع من الصلب غير مقاوم للصدق وبيتم ضغطها أو تشكيلها بالبسق ودهنها باللون الأسود طيب احنا ليه بندهن الماص بيزاد باللون الأسود هنقول لأن اللون الأسود هو اللون الوحيد اللي بيمتص الحرارة بسهولة ويفقدها بسهولة وطبعا احنا بنعمل عملية ايه؟ عملية اشعة الشمس وبالتالي انتصاص أشعة الشمس هنا لازم يتطلب سطح يكون ايه أصمر عندي علشان يقدر يمتص أكبر كمية ممكنة من أشعة الشمس الساقطة عليه طيب ننتقل إلى الجزء الآخر وهو مواسير هذين مواسير اما تصنع من النحاس طبعا كل الحاجات دي يفضل انها تكون من معادن غير قابلة للصدق عشان نبقى عارفين كل المعادن اللي بيصنع منها المجمع الشمسي لابد ان تكون غير قابلة للصدق يعني ما بتصديش بمعنى صح طيب المواسير دي اللي بيمر جواها المياه الساخنة ويكون مثلا من النحاس أو الألمونيوم أو من الصلب المقاوم للصدق إلى آخر من المعادنة المختلفة على حسب المنشأ أو على حسب النوع فبالتالي هنا ايه بيمر المياه هنا بتكون باردة عن طريق التحمها أو انتصاقها بالماص اللي بيمتص أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس بتخرج المياه ساخنة وابتدي استخدامها في الأماكن المختلفة زي ما احنا شايفين هنا ادي المصور التغذية بتغزي المياه عن طريق الجزء ده كده بس احنا عملنا قطاع عشان نوري ان تحت الجزء أو تحت المص عندي فيه عازل العازل ده مهم جدا عشان يقدر ينستفاد بأكبر كمية ممكنة من أشعة الشمس السكتة عليه يبقى اذا الفريم هنقول علبة لوح من الزجاج ممكن يكون إما أن يكون مفردا أو مزدوجا مواسير المص والعازل اللي بيكون موجود ايه عني طيب تعالوا نشوف ازاي نكتب الكلام ده او نشوف نوع اخر من المجمعات زي ما احنا شفنا هو ده نوع اخر برضو وزي ما احنا شايفين بيكون اوضح شوية موضحين ادي لوح الزجاج وهنا لوح الزجاج بيكون مزدوج زي ما شفنا وفي هنا المص وفي هنا المواسير اللي بتصنع من النحاس واد العلبة او الفريم الخارجي اللي بتصنع منه المجمع طيب تعالوا بقى نشوف المكونات ونكتبها لوح زجاج مفرد او مزدوج شرائح او رقائق من المعدن يدهن باللون الاسود وبنطلق عليه الماص يبقى ما يجي يقولك مما يتكون الماص هنقول يتكون من شرائح او رقائق من المعدن يتم دهانه باللون الاسود وله قدرة كبيرة على امتصاص الحرارة بالاشعاع مواسير من النحاس اللي بتكون اسفل الماص اللي هي بيمر جواها المياه الباردة الى ان تتحول الى ساخنة وتحتها مجموعة بسمك معين من عازل ايه جيد عشان نقدر نحتفظ بحرارة المياه ونستفاد من الحرارة الساقطة على اشعة الشمس علبة معدنية الفريم الخارجي وايضا هنا هنقول له برضو زي ما احنا لسا يليين تصنع العلبة من مادة خفيفة وقوية مع مراعاة المتانة ومشاكل التآكل ويوضح الماص لازم يوضع الماص داخل العلبة اللي بيكون موجودة عندي طيب الماص بقى هنقولك هو العنصر المهم لانه هو اعتبر اهم جزء داخل المجمع اللي عندي هنقوله هو العنصر المهم الذي يتكون من رقائق مضغوطة من النحاس الاحمر بيتم تمسك ملف النحاس الاحمر او بيتم بسكها او بيتم تجميعها عن طريق البسك بنضغطها وبنستفاد منها وبندهنها زي ما احنا قلنا طبعا لا يشترط ان ممكن يكون مش من النحاس الاحمر ممكن يصنع من رقائق من الالموني ممكن يصنع من رقائق من الصلب الى اخره يعني على حسب لان برضو ممكن بعض المجمعات نظرا لارتفاع سعر النحاس فبيتم استبداله بالايه بالالموني ننتقل الى جزء اخر وهو اهمية بقى الغطاء الزجاجي اللي احنا لسه ايلين عليه هنقولك رقم واحد دي مهمة جدا برضو ممكن تيجي عندنا في سؤال يقول اهمية اوضح اهمية الغطاء الزجاجي اللي موجود في المجمعات اللي عندي طيب لما نيجي نقولك احنا لسه ايلين قلنا ان الغطاء الزجاجي عبارة عن لحين من الزجاج بيتلاقيه جاي او الفريم موجود على الفريم الخارجي لوح جاي كده ولوح اخر فوقه طيب دول يا مستر عبارة عن ايه هنقول اللحين لازم يكونوا مهمين جدا وفايدة الزجاج ان له قدرة كبيرة جدا على تجميع اكبر قدر من اشعة الشمس الساقطة عليه وبالتالي بقدر استفاد منه طيب ده له ميزة مهمة جدا كمان انه بينقي الاشعة تحت الحمراء بمعنى انها ما بتصلش الى سطح المياه او بمعنى اصح بيعمل على فلطرة الاشعة الضرق اللي بتكون موجودة عندي طيب ده بالنسبة لايه ده بالنسبة للزجاج او بالنسبة للغلاف الزجاجي وايضا لما نيجي نقول لك العلبة او الغلاف الخارجي ايضا ولازم يتحمل درجة الحرارة العالية ولازم يتحمل الاجهادات الميكانيكية العالية ولازم يكون زومتانة كهربية عالية ولازم يكون غير قابل للصدى وبالتالي كل هذه المميزات بيتم تجميعها في المجمع الشمسي لان وضع المجمع الشمسي بيكون وضع حساس جدا لانه بيوجد فوق اسطح المباني الصحراوية المختلفة والمساحات الشاسعة والواسعة وبالتالي لازم يتحمل كل شيء اجهادات ودرجات حرارة عالية ودرجات حرارة منخفضة ايبقى اذا اعرفنا بالنسبة للزجاج وبالنسبة للغلاف طب تعالوا نشوف ازاي نكتبها في كراسة الاجابة بتاعتنا نشوف اهمية المجمع الشمسي واهمية الاجزاء المختلفة اللي بتكون موجودة عنها طب نقول هنا اهمية الغطاء الزجاجي رقم واحد يسمح بكمية قصوى من الاشعاعات الشمسية تمر خلال موجات قصيرة الاطوال رقم بيء هذا الغطاء الزجاجي يوقف او يمنع الاشعة تحت الحمراء زي ما احنا قلنا طب ده بالنسبة للغطاء الزجاجي تعالوا بقى مع بعض لما نيجي نركب مجمع نعرف لابد ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط علشان اقدر احكم عليه وقول هذا المجمع زوجودة عالية او زوجودة منخفضة او يسطح او لا يسطح لان زي ما احنا عارفين ان هناك انواع متعددة ومركات لحصر لها من المجمعات فبالتالي لازم اكون على دراية بمجموعة من الشروط الواجب توفرها في اجزاء المجمع علشان اقدر احكم على المجمع اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا كده نشوف ونعرف نكتب ازاي الشروط الواجب توفرها في اجزاء المجمع الشمسي هنقول رقم واحد الغطاء الزجاجي اه ما نقول الغطاء الزجاجي يجب ان يكون من ايه الغطاء الزجاجي زي ما احنا قلنا للسعيدين سمكه يتراوح ما بين 3 الى 4 ميلي ان يكون مزدوج او ان يكون متين في معنى اصح طيب يبقى انهو الرقم واحد شفاف رقم اتنين سمكه يتراوح ما بين 3 الى 4 ميلي طيب ننتقل الى الجزء المهم جدا وهو الايه الماص طيب اما نجي نقول لك الماص هنقول الماص ان يكون له قيمة امامية للخواص الحرارية يعني ايه بيتحمل درجات الحرارة العالية يصنع من مادة خفيفة قوية من الالمونيوم المشكل بالبذك واتصال جيد بالمواسير الحاملة لسائل الحرارية بقى لازم يكون هناك التصاق او تلامس وصيق جدا بين كل من المواسير الحاملة للسائل الحراري وبين سطح الماص عشان يحدث انتقال الحرارة طيب الغلاف او القطار برضو قلناه هنقول يجب ان يكون خفيف ويقاوم الاجهادات الميكانيكية ايضا يقاوم درجة الحرارة العالية يبا اذا ده بالنسبة للشروط الواجب توفرها في اختيار المجمع الشمسي طيب هناك برضو بالنسبة للغلاف او القطار يجب ان يكون زو معامل عزل حراري جيد بمعنى انه ما يصربش الحرارة بسهولة عندي لذلك كل هذه الشروط مهمة جدا وبتفيدنا جدا علشان لما اجي احكم على مجمع الشمسي اواجي اشتري مجمع الشمسي ابقى عارف ايه الشروط الواجب توفرها في هذا المجمع طيب ننتقل الى جزء اخر وهو جزء مهم وهو الشروط الواجب مراعطها عند اختيار المجمع الشمسي طيب احنا كده عارفنا المواصفات طيب تعالوا نشوف فقا الشروط واحد رابط ده ان يكون رخيص السمن لانتاج الكيلو واط بالنسبة للاجهزة المنافسة التقليدية والغير تقليدية اتنين مدى امكانية اضافة اجزاء مساعدة مقلق زي ما ايه مثلا يعني اما اجي بمعنى اصح اما اجي اشتري مبادل اما اجي اشتري مجمع شمسي لابد ان اعي في اعتبار احنا شفنا المواصفات وقلنا المواصفات بالنسبة للغلاف بالنسبة للماص بالنسبة للمواسير بالنسبة للوحي الزجاجي او الايه السطح الشفاف اللي بيكون موجود عني قلنا دي بالنسبة للمواصفات طبعا ما اجي اشتري بقى يبقى لازم يتتوفر في عدة مواصفات مهمة جدا بتساعدني عشراج اشتري رقم واحد لازم يكون يتحمل الاجهادات الميكانيكية زي ما احنا قلنا هنا في كتابنا المدرسي وقلنا في حلقتنا ان يتحمل الاجهادات الميكانيكية ان يكون رخيص السمن بقدر الامكان وبينتك كميات كبيرة جدا من الكيلو واط في الساعة ايضا في ميزة مهمة جدا في هذا النوع من المجمعات وهو ايضا تحمل الاجهادات الميكانيكية لفترة كبيرة جدا بتكون موجودة عندي ايضا هنا مدى امكانية التحديث فيه يعني همني جدا في اي مجمع الشريء انني اقدر احدث فيه مستقبليا طب هنقول يا مصدر يعني ايه احدث فيه مستقبليا هنقول يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اضع فيه مبادل حراري ممكن ازود فيه لمبات ممكن ازود فيه ساعات مختلفة او اجزاء مختلفة سواء كان مبادلات حرارية او سواء كان سخانات اخرى الى اخره من الاجزاء الاخرى فما جاء اشتري لازم اضع في اعتباري ان هذا المجمع يقبل تحديثات عليه او يقبل اضافات عليه هتفيدني مستقبلا ربما انا احتاج الى تزويد الساعة التسخينية اللي عندي فبزود في حجم ال ايه المجمع فبيقبل ال ايه التحديث فيه ده بالنسبة ال ايه للمجمع الشمسي عندي او الشروط الواجب مرعطها عند ايه عند اختيار المجمع الشمسي بقولنا رقم واحد نبص كده مع بعض رقم واحد رخيص السمن هنقول رقم اتنين مدى امكانية اضافة اجزاء مساعدة زي مبادل حراري وزي سخان كهربي او نظام تسخين مساعد سواء كان بالغاز او بالايه او بالساخن طب ننتقل الى تاني هل السطح الزجاجي مفرط او مزدوج الثقن يبقى لازم نضع في اعتبرنا ويفضل ان يكون السطح الزجاجي اه مزدوج لان بيتحمل اجهادات وبيمنع اكبر قدر ممكن من الاشعال ايه تحت الحمراء ايضا من ضمن الشروط عندي بتلاقيها مكتوبة اقصى درجة حرارة لاختيار المنتصة ويتحملها هي 160 درجة مئوية او اكثر قليلا مدى سهولة فك وتركيب الوحدة دي مهم جدا يعني مثلا على سبيل المثال احطه في مكان اعرف افك فيه اعرف اربط فيه بحيث ان يبقى المجمع بمعنى صح من والعندي واقدر اتعامل معاه بكل سهولة مدى سهولة تركيب الزجاج وفق مدى متانة وجودة المعادن المستخدمة في تصنيع المجمع بالنسبة للتوصيل الحراري او النقل ايضا اختيار السطح المنتص وهل هي مغطاة ام مصنوعة لاغراض خاصة يبقى لازم الاسطح المنتصة اللي انا باستخدمها لازم اعرف فيها هل دي هذي اسطح مغطاة ام مصنوعة لاغراض خاصة تلائم درجات الحرارة الايه العالية وهل المجمع ده هو قطعة واحدة او مجموعة من القطع بيتم ايه بيتم تجميعا طيب ننتقل الى الجزء المهم بقى وهو سخانات المياه الشمسية طيب لما نيجي نبص عندنا في رسمتنا هنا احنا لسه ايلين ان سخانات المياه الشمسية اللي بيكون موجودة عندي بس تخدمها في تسخين المياه وانقلها اما لاغراض منزلية او اما لاغراض تكنولوجية او لاغراض اخرى ولكن هنا زي ما احنا بنشوف الفريم او الرسمة بتاعتنا او الشكل بتاعنا اه دي المجمع اللي احنا لسه شرحينه بالتفصيل او ده شكل المجمع وهنلاحظ ان المجمع خارج منه طبعا هنقول خارج منه ايه برافو عليكم خارج منه مواسير المياه الساخنة ودخله ايضا مواسير المياه الباردة اللي هي باللون البرتقالي ده دي داخلة الى المجمع وزي ما احنا قلنا ملتصقة او متصلة اتصال جيد بالايه بالمص اللي عندي وبتخرج لي مياه ساخنة عنه طبعا ما نيجي نشوف ده تانك تانك كبير جدا او خزان بسخن المياه من خلاله وده طبعا هنا هممكن نضع فيه مثلا قضيب او لوح من الماغنسيوم بيعمل على امتصاص الاملاح اللي بيكون موجودة عندي او بينقل مياه من الاملاح والشوائب اللي بيكون موجودة عندي وده بيكون مهم جدا ايضا وده طبعا زي ما احنا شايفين هنا في مصورتين المصورة الاولانية اللي هي الماء البارد دخول الماء البارد من هنا والمصورة الاخرى هي خروج الماء الساخن من هنا زي ما احنا شايفين بعد ان يتم العلاه وعملية التسخين طبعا نقول هل المياه الساخنة هي اللي بتدخل داخل المجمع اللي هي موجودة في التانك هنقول هناك ملف تسخين متصل اتصال مباشر بالمياه المراد تسخينها ولكن هذا الملف موجود فيه المياه الساخنة وهذه المياه هي اللي بتروح فين بتروح للمجمع بيعمل على تسخنها وامرارها مرة أخرى ولكن هي مش مختلطة مع ميات التنك أو ميات الخزانة اللي بيكون موجودة عندي زي ما احنا شايفين طيب فيه هنا مجموعة من الصمامات زي ما احنا زي ما مثلا صمام مراجعة صمام عدم رجوع السائل مضخة حرارية بتعمل على دفع المياه اللي عندي لو حصل مثلا ان ضغط المياه بيكون قليل زي ما طور المياه مثلا فبتعمل على دفع المياه الى المجمع اللي عندي ده بالنسبة للشكل او الفريم اللي عام بتاع سخانات المياه الشمسية وفيه هنا طبعا أدوات تحكم اخرى زي الكنترولة اللي احنا شايفينه ده وهذه الأدوات بتعمل لواني ضفتي هنا مثلا سخان كهرابي موجودة على التنك لو تنك بيصلح لعمارة باكملها او مدينة باكملها ساعد بيبقى كل عمارة بيلاقي فيها موجود تنك من ده وبالتالي بتبقى الساعة كبيرة جدا فبيساعد زي ما احنا قولنا في فصل الشتاء السخان على تسخين كميات كبيرة جدا من المياه طيب تعالوا نشوف ايضا ادي الشكل اللي موجود في كتابنا المدرسي ايضا وادي المجمعات الشمسية عندي اللي هي مدهونة باللون الاصمر زي ما احنا قولنا وفيه هنا طبعا مضخة او طولنبة بتعمل على دفع المياه وفيه هنا خزان او تنك زي ما احنا قولنا ودي ماء تعويض المياه الباردة اللي عندي بضيف مياه باردة وبتخرج من هنا مياه ساخنة عن طريق ايه عن طريق احتكاكها او تلامسة المباشر بملف المياه الساخنة فيؤدي الى رفع درجة حرارتها وبندفعها مرة اخرى الى فين الى المكان اللي انا عاوز اعمل له عملية ايه عملية تبريد طيب اما نيجي نقولك بقى مكونات المجمع الشمسي هنقول رقم واحد مجمعات شمسية رقم اتنين خزان تجميع رقم ثلاثة وصلات واجزاء ميكانيكية مختلفة رقم اربعة دوائر كهربية وتوصيلات رقم خمسة دوائر كهربية وتوصيلات مساعدة او رئيسية طيب اختيار مكان المجمع الشمسي وده مهم جدا لازم اخلي بالي منه لان انا ممكن اختار المجمع الشمسي اللي عندي في مكان والمكان اللي انا باختار فيه ما ينفعش فيه الحركة ما ينفعش فيه انني اقدر احل واربط في المجمع الشمسي فلازم المكان اللي يتواجد فيه المجمع الشمسي بتكون اماكن واسعة وشاسعة تصلح لجميع الاغراض وتتحمل السقل بتاع المجمعات لو حبينا نزود عليه أو حبينا نحط تنكات أو خزانات كبيرة جدا فلازم تكون المكان رقم واحد المكان يكون طبعا مباشرة لأشعة الشمس أو ملاصق مباشرة أنفسورة مباشرة لأشعة الشمس اللي عندي رقم اثنين أن يكون المكان يتحمل ثقل المجمعات بجميع أنواعها ومعدتها أيضا تكون هذه الأماكن واسعة وشاسعة بحيث أنني يكون عندي سماحية ويكون عندي راحة في فك وتركيب وصيانة جميع أنواع المجمعات يعني على سبيل المثال ما جيش في مكان صغير وابتدي أركب المجمع واستغل بقية المكان فبالتالي هيتعبني بعد كده لأن المجمع بيحتاج من وقت إلى آخر صيانة وأيضا بيحتاج من وقت إلى آخر إلى تحديث فيه ويحتاج من وقت إلى آخر إلى تغيير بعض الأجزاء اللي بتؤدي إلى رفع الكفاءة ورفع معامل الأداء لهذه المجمعات يبقى لازم نعرف اعتبرنا كل هذه الشروط وماكن لأني بحط فيها أو بركب فيها المجمع أكون عارف تماما وبعي تماما وكل الكلام ده لازم يكون متخطط له تغطيط مصبك علشان أقدر أستفاد وأحصل على أكبر كفاءة من المجمعات الشمسية ومن الطاقة الشمسية طبعا اللي أنا باستخدامها واللي احنا قلنا استخدامات لحصرة لها طيب تعالوا مع بعض كده نشوف وإزاي نكتبها في البنود اللي عندنا ونكتبها في ورقة الإجابة ونستفاد بها اختيار مكان المجمع الشمسي هنقول يختار المكان بحيث يصلح لتحميل زي ما احنا قلنا جميع أجزاء السقان رقم به يوفر سهولة الفك والتركيب والإصلاح والصيانة يعني يقدر أفك واربط فأي وقت أيا كان وبيكون بسهولة وبسماحية وبمرونة يسمح بالمناورة بحيث يسمح بتركيب أي جزء في مكان لا يلقي ظلال على جزء آخر يعني بمعنى صح لا بد أن تكون جميع أجزاء المجمع معرضة لأشاعة الشمس مباشرة ما فيش جزء يعمل ظلة على جزء وبالتالي أنا مش هستفاد لذلك من الضروري أنه لازم يكون المكان واسع وفي نفس الوقت الأجزاء كلها تركب بحيث أنها تكون في اتصال مباشر مع أشاعة الشمس اللي عندي طيب تعالوا بقى هنا نشوف جزء مهم جدا أيضا وهو دائرة السيفون الحراري وهو ما بيختلفش كتير عن المجمع الشمسي اللي موجود عندي طبعا ما نيجي نقول يا مستر هو المجمع ده إحنا عاوزين نعرف نفس المجمع الشمسي هو نفس دائرة السيفون الحراري ولكن ده تانك كبير جدا وجزء كبير جدا فيما عدا أن ده بيصلح لتسخين المياه اللي موجودة عندي فيه عمارة بأكملها أو بلقب إيه بأكمله تعالوا مع بعض بالراحة كده نركز في الجزء بتاعنا ونبتدي نقسم نظرية العمل بصورة بسيطة ونعرف الأجزاء اللي موجودة عندنا وهدي الرسمة طبعا موجودة من واقع كتابنا المدرسي وممكن يجي يقول لي ارسم دائرة السيفون الحراري وأنا أسمتلك نظرية العمل إلى مجموعة من الأقسام هتسهلك عملية حفظها وعملية فهمها لأن لو احنا فهمنا الجزء اللي فات كله هنقدر نستوعب وهنقدر نقول نظرية العمل من غير ما نحتاج لأي حاجة طب تحالوا مع بعض نشوف كده الأجزاء طبعا قريدي الجزء المهم جدا والجزء الأساسي وهو المجمع الشمسي زي ما احنا شايفين ولازم المجمع الشمسي بيكون بمستوى مال عشان يقدر يمتص أكبر كما ممكن من أشاعات الشمس لأن ممكن طالب يسأل يقول مثلا يا مستر وإحنا مخليين المجمع ماي اللي ايه مش ممكن نخليه في وضع أفقي يعني وضع كده مستوي طبعا ممكن نخليه بس مش هنا ما يكون في الوضع الماء البزاوية زي ما احنا شايفين بيمتص أكبر كما ممكن من أشاعة اللي ايه الشمس طيب نطلع من هنا هنلاقي في حاجة اسمها خزان تمدد مفتوح طيب ايه فايدة خزان التمدد المفتوح ده طبعا عملية تسخين المية من خلال المجمع ومرورها إلى ملف المياه الساخنة بيحدث تبخير لجزء من المية طب علشان جزء المية ده بيتبخر يبقى إذن منسوب المياه أو كمية المياه اللي موجودة في المواسير الملتصقة بالمجمع الشمسي بيتقل طبعا وبالتالي كان من الضروري تواجد خزان هذا الخزان بيعمل على إمداد المياه التي تبخرت من سطحه وملف المواسير الساخنة اللي عندي بيتبخر جزء منها فبنمد الجزء الآخر بالمية بحيث أن احنا نستفاد من أكبر قدر ممكن من المية يعني على سبيل المثال وليس الحصر وده مثال مجازا يعني مثلا نما أقول ممكن هناك سخان أو ملف تسخين بيحتاج مثلا إلى 20 لتر من المياه الساخنة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل بعد كل دورة ممكن العشرين لتر دول يبقوا مثلا 18 أو 16 لتر طبعا الأربعة لتر دول هيأثروا على أداء ملف المياه الساخنة فلازم نمدهم عن طريق خزان التمدد اللي بيكون موجود عندي طيب ننتقل من هنا إلى الجزء المهم جدا وهو الخزان أو التنك الرئيسي زي ما إحنا شايفين وإحنا عملنا فيه قطاع وطبعا لما نيجي نبص الجزء ده اللي هو ده بيبقى عازل حراري عشان يمنع انتقال الحرارة من المياه الساخنة إلى الهواء الخارجي سواء كان بريدا أو ساخنة دي يبقى هنا فيه الفريم زي ما إحنا شايفينه هنا وده طبعا بيبقى عازل حراري عنده عشان يعزل المية طيب عمود الماغنسيوم اللي إحنا لسه إلينا عليه عبارة هم أدي عمود الماغنسيوم هذا العمود فايدته الأساسية امتصاص الأملاح والشوائل بيكون موجودة في المياه بحيث أن المياه اللي تمشيلي فيه الحنفيات بتكون إلى حد ما مياه ناقية بنسبة ولياكم مثلا 60% أو 70% فده مهم جدا وجوده داخل التنكر اللي عندي أو داخل دائرة السفون الحراري ننتقل أيضا إلى الترمومتر وقلنا أن الترمومتر ده مهم جدا عشان يقسلي درجة حرارة المياه الساخنة اللي بيكون موجودة عندي وطبعا في الأنظمة الحديثة ده بيكون ترمومترات ديجيتال بيقدر من خلالها أيضا درجة الحرارة وبيكون عن طريق شاشات موجودة خارج المكان اللي عندي وأقدر أعرف درجة حرارة المياه الساخنة زي سخنات الغاز اللي بيكون موجودة في بيوتنا دلوقتي أو أيضا سخنات الكهرباء فبنعرف درجة الحرارة من خلال ترمومترات رقمية ننتقل إلى الجزء المهم جدا هنا في مجمع في مصورة رقم 6 ماشيلي من هنا طبعا خزان تمد مفتوح بيمد بالمياه الباردة اللي عندي طب نخش من هنا عند المصورة رقم 7 إلى ملف المياه الساخنة وزي ما احنا قلنا لما نيجي نبص ملف المياه الساخنة اللي هو شكله ملتوي ده واللي احنا عارفين شكله فيه هنا جزء باللون الأحمر ده طب ايه الجزء اللي باللون الأحمر ده مصر هنقول ده السخان الكهرابي اللي احنا لسه قيلين عليه هذا السخان بيعمل على امداد المياه الساخنة أو بيعمل على سرعة تسخين المياه الساخنة في حالة الفصول المنخفضة أو في حالة انخفاض أشعة الشمس أو في حالة عدم الحصول على مياه ساخنة كافية وديه طبعا بيكون بالأكثر في فصل الشتاء أو في الأماكن اللي بيكون درجات حرارتها منخفضة يبقى فيه سخان كهرابي كمان هنا ودي ملف المياه الساخنة اللي بيمر جواه المياه الساخنة طب ننتقل إلى هنا طبعا صمام ضغط زي ما احنا شايفين وهنا ده ماء تعويد أو ده الماء البارد اللي بيخشيلي من هنا طيب لما نيجي نبص من هنا الماء البارد بيخشيلي من هنا يملالي التنك اللي عندي فيه مصورتين زي ما احنا شايفين مصورة رقم 3 ومصورة رقم 2 فائدة المصورتين المصورة رقم 3 بنحصل من خلالها على مياه ساخنة زي درجة حرارة اعلى ولكن المصورة رقم 2 ايضا بنحصل على المياه ساخنة ولكن ليست مش بدرجة حرارة اعلى من دي دي الرقم 3 بتكون اعلى رقم 2 بيكون هنا ايه اقل ننتقل إلى الجزء المهم جدا وهو الموفر طب الموفر دي فايدته مهمة جدا انه هو بيعمل على توزيع المياه على الحنفيات او الاماكن او الخطوط اللي انا بيستخدم منها ماء ساخن لذلك وقاتب بعديه هنا ايه ماء ساخن للغرف يبقى اذا الموفر دي جزء مهم جدا وجزء لازم يكون موجود داخل عندي علشان اقدر من خلاله انظم كمية المياه اللي خارجه مني يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عاوز مياه درجة حرارة اقل نسبيا فمن خلال الموفر بيعمل على فتح المصورة رقم 2 زي ما احنا شفنا هنا فبالتالي بيجيب لي مياه درجة حرارة معتدلة ولكن اذا تطلب الامر مياه درجة حرارة اعلى نسبيا من درجة الحرارة الاخرى وبالتالي هنا بستخدم عن طريق الموفر ايضا بستخدم المصورة رقم 3 وده اللي بيدي المياه الساخنة للحنفيات او للغرف اللي بتكون موجودة ايه عندي ده بالنسبة للايه باستفادة ده بالنسبة لدائرة السيفون الحراري طيب تعالوا نشوف نظرية العمل وازاي الدائرة عندي بتشتغل وازاي بنحصل على المياه الساخنة باستفادة طيب هنا هنقول بنمد عن طريق الاسهم طبعا ديدو عمل ليه باللون الاسمر ديدو عمل يعني الحامل اللي بنشيل عليه التنك اللي عندي خلاص طيب هنا هنقول المواصير عن طريق الاسهم دخل من هنا الى المجمع طبعا المجمع زي ما احنا عارفين بيعمل على امتصاص اكبر قدر من اشعة الشمس عن طريق الماص وهنقول الماص في التصاق مباشر مع ملف المياه الساخنة فيؤدي ذلك الى ايه الى تسخين المياه يبقى درجة حرارة المياه بترتفع نسبيا او على حسب ما نعاوزه طبعا وعن طريق ربما يتطلب الامر مضخة المضخة لا في حالة زي ما احنا شفناها في المجمع السابق في حالة هنا انخفاض ضغط المياه بتبتدي تدفع عندي فبيخرج لي الماء ساخن زي درجة حرارة عالية من خلال المصورة رقم 6 طيب هننتقل من خلال المصورة رقم 6 الى المصورة رقم ايه رقم 7 ومن المصورة رقم 7 هيمشي لي الماء الساخن من هنا طبعا الماء الساخن هيكون موجود في ملف المياه الساخنة وعن طريق ان المية البرد اللي هي موجودة عندي هنا في تلامس غير مباشر مع المياه الساخنة وفي تلامس مباشر مع ملف المياه الساخنة بيؤدي ذلك الى رفع درجة حرارة المية يبقى اذا المية بتسخن من خلال ملفة سخن المياه اللي هي موجودة في التنك هنا فبترتفع درجة حرارتها الى درجة الحرارة اللي ضبطها عليه او المانوال اللي عاوز عليه وبالتالي هنا لما ترتفع درجة الحرارة اللي هيحصل عن طريق المواسير وعن طريق الموفر بيتم هنا ايه مرور المياه الساخنة تب هنقول المياه الساخنة بتخرج تب الليفل او منصوب المياه بيقل تب ما هناك ماء بارد عن طريق سمامات او حنفيات بيتم امدادها وبيتدخل المياه البرد من هنا يبقى المية السخنة بتخرج لي من المصورة رقم اثنين او المصورة رقم ثلاثة اثنين او ثلاثة زي ما احنا شايفين وبيحل محلها مباشرة مياه باردة اخرى وبيبتدي هنا بعد ما المية درجة حرارتها ترتفع بيحدث تبادل حراري فبنلاحظ ان المياه السخنة اللي بيكون موجودة هنا درجة حرارتها بتنخفض طبعا عن طريق التبادل الحراري فبيجي لي ماء بارد من هنا بيمر لي وبيرجع من هنا عن طريق الصمامات ويرجع للمجمع تاني فبيعمل على رفع درجة حرارته مرة اخرى الى ان تتم عملية تسخين المياه مرة اخرى ده باستفاضة دائرة السيفون الحراري وده باستفاضة المكونات الاساسية وده نظرية العمل طيب تعالوا كده نشوف ازاي بقى نكتب المكونات اللي عندي رقم واحد المجمع الشمسي رقم اثنين مجموعة تأمين زي ما احنا قلنا ومجموعة التأمين دي مهمة جدا ايضا او بنقولك مجموعة تحكم بتتحكم في جميع الاجزاء الكهربية اللي بيكون موقودة عندي بحس لو حصل اي مشكلة او حصل اي خطأ مثلا بتقدر عن طريق مجموعة التأمين دي بنتحكم في الايه في السيفون او المجمع بصفة عام سخان كهرابي مهم جدا وموفر اللي احنا لسه الانه بيعمل على امداد المياه وهنشوفه باستفاضة صمامات خزان تمدد مفتوح لتصريف المياه الزائدة ايضا طيب عمود من الماغنسيوم يعمل على سحب الاملاح الموجودة بالمياه لحماية الجدار الداخلي للخزان من ايه من التأكل كلما او عند تواجد لوح الماغنسيوم ده باستمرار في المجمعات لذلك هو فيه سخنات المياه اللي موجودة في محظم بيوتنا ايضا محظم سخنات المياه بيبقى موجود فيها مجمعات او بيبقى موجود فيها عفوا عمود من الماغنسيوم بيعمل على امتصاص الاملاح اللي عندي لانه كلما كان الماء نقي من الاملاح كلما قدرت حافظ على سطح المعدن وخاصة اذا كان المعدن قابل للصدق يبقى عمود من الماغنسيوم يعمل على سحب الاملاح الموجودة بالمياه لحماية الجدار الداخلي للخزان من ايه من التأكل طيب تعالوا هنا نشوف نظرية العمل اللي احنا لسا ايلنا ان هنا اسمت نظرية العمل الى ثلاث اقسام اساسية لازم نخلي بالنا منها القسم الاول وهو دور التسخين الماء داخل الخزان يبقى لازم نخلي بالنا هنا هي طبعا مش موجودة في الكتاب هو موجودة في الكتاب كلها على بعضها وشرحها باستفادة ولكن احنا حبينا هنا نديك بس جزء بسيط لان ممكن ما يجي يقول لي نظرية العمل مش في التلات حالات ممكن يقول لي نظرية العمل في حالة واحدة من الحالات فكان من الضروري ان انا اسم لك نظرية العمل الى ثلاث اقسام اساسية اللي احنا لسا شرحنا على السيفون الحرارة عشان نعرف نجاوب عليها باستفادة يبقى هنقول لك رقم واحد تسخين الماء داخل الخزان هنقول رقم اثنين تسخين ملف المياه الساخنة يبقى هنا بسخن المياه الاول اللي موجودة في التنج رقم ب تسخين ملف المياه الساخنة رقم تلاتة دور التوزيع الماء الساخن يبقى رقم واحد تسخين الماء رقم اثنين تسخين المياه السخنة اللي بتستخدم في تسخين المياه الموجودة في التنج رقم 3 إزاي بوزع الماء الموجود أو الماء الساخن اللي بيكون موجود عندي يبقى لازم خلي بالي أما أجي أشرح حاجة زي كده أقسم نظرية العمل زي ما أنا لسه أقسم عليها نظرية العمل بيتم تقسمها إلى ثلاثة أقسام أساسية زي ما إحنا شفنا عندنا وهنشرحها باستفادة من خلال الثلاث أقسام دول بعرف دور التسخين المياه وبعرف دور التسخين ملف المياه الساخنة وطبعا المياه العادية عشان ما نطلق باتش اللي هي المياه الموجودة في السفون الحراري أو التنك اللي بيقول له المطلوب بالأحرى أن أنا سخنها طيب في ملف آخر اللي هو متصل بالطاقة الشمسية اللي هو ملف المياه الساخنة أقدر من خلاله أسخن المياه وفيه بقى إزاي أوزع المياه زي ما احنا قلنا عن طريق المصورة رقم 3 والمصورة رقم 2 وإزاي أوزع المياه عندي الموجودة على الحنفيات المختلفة وإزاي أحصل على درجة الحرارة عن طريق الأجزاء اللي احنا قلناها بصفة شملة عندي تعالوا مع بعض كده نقسم ونبتدي ناخد جزء جزء من نظرية العمل ونعرف كل جزء عبارة عن ايه ونظرية عمل بتقول ايه نبص للجزء الاول وهو تسخين الماء داخل الخزان هنقول رقم واحد تسخين الماء داخل الخزان رقم الف يمر الماء الذي يتم تسخينه بالمجمع الشمسي اللي هو ملف المياه الساخنة بالمصورة رقم ستة زي ما احنا قلنا الى المصورة رقم سبعة ليمر خلال الملف الموجود داخل الخزان المعزول لأيه عشان يتبادل الحرارة مع الماء بداخل الخزان ايه اللي بيحصل يا مصطر هنقول يتم تسخين الماء داخل الخزان اما الماء المار بالملف فيبرد ويعود الى المجمع الشمسي مرة اخرى لتسخينه لتتكرر دورته مرة اخرى بقى اذا الجزء الاول ده زي ما احنا شفنا ده عبارة عن ايه تسخين الماء داخل الخزان طيب تعالوا نشوف جزء اخر مهم جدا وهو المرحلة التانية او الثانية من ايه من نظرية العمل ايه بقى تسخين ملف المياه الساخن هنقول ملف المياه الساخنة بيتصل بالمجمع مباشرة يبقى دي عملية الايه دي عملية مهمة جدا ويتم من خلالها بيتصل بالايه بالمجمع مباشرة هنقول رقم به يتم تسخين الماء داخل ملف المياه الساخنة بالطاقة الشمسية عن طريق المجمع الشمسي وعند الحاجة زي ما احنا قلنا الى زيادة التسخين او التسخين في اوقات عدم سطوع الشمس زي فصل الشتاء مثلا يستخدم سخان كهرابي يعمل تبعا لدرجة الحرارة الماء المطلوبة داخل الخزان والتي بيتم تحددها بواسطة الايه بواسطة الترمستاد زي ما احنا شفناه في دائرة السيفون الحراري طيب تعالوا ننتقل الى الجزء رقم ثلاثة وهو ايه انه بيدخل الماء البارد من مصورة رقم اربعة الى الخزان المعزول نركز بقى مع بعض هنا الذي يحتوي في نفس الوقت على الماء الساخن الماء بيتجمع اعلى لانه اخفه طبعا زي ما احنا قلنا تاني الماء هنا بيتم تجميعه لان الكسافة بتقل فبيبقى فوق السطح الماء زي درجة الحرارة الاعلى لانه اخفه والماء البارد اسفل وطبعا فيه مصورة زي ما احنا قلنا مصورة عليا اللي هي رقم ثلاثة في الخزان يدخل اليها الماء الساخن فقط كما يوجد مصورة فتحتها تحت الاولى اللي هي رقم اتنين يمر من خلالها ماء بارد زي درجة الحرارة ايه الذي يمر اليها ايضا جزء من الماء البارد عن طريق المصورة رقم واحد وبالتالي يعمل الموفر على ضبط درجة حرارة الماء الداخل الى الحنفية الموجودة بالغرف المختلفة للحرارة احنا بكده عرفنا جميع عرفنا هنا او تطرقنا الى جميع الاجزاء للسيفون الحراري عرفنا في حلقتنا من نهاردة الطاقة الشمسية واستخدامات الطاقة الشمسية واهمية الطاقة الشمسية وايه المميزات من الطاقة الشمسية وبالاحرى الطاقة المتجددة اللي انا باستخدامها في حياتنا وفي شتى المجالات ولا تتعلق بتخصص التبريد وتكييف فقط عرفنا ايضا مكونات المجمع الشمسي باستفادة وعرفنا ازاي بيتم او الشروط الواجب توفرها في المجمع الشمسي ومواصفات المجمع الشمسي وعرفنا دائرة السيفون الحراري ونظرية عمله باستفادة واسمناها اتمنى من كل ابنائنا الطلبة والطالبات انهم يكونوا استفادوا من حلقتنا النهاردة على امل ان شاء الله ان نلقاكم في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته